تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة وذلك عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمنفث كرمي أبوه سالم والمزيد من التفاصيل يطلعن عليها زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري نعم مشاهدين الكرام بعد تحية لازالت مصر تكثف من جهودها الكبيرة من أجل انفاذ هذه المساعدات سواء كانت المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب على القطاع بحسب مصادرنا اليوم فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح بدخول أي من الشاحنات عبر معبر كرم أبوه سالم وعادة مرة أخرى هذه الشاحنات إلى الأراضي المصرية هذه الشاحنات التي كانت تحمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية هذا بالإضافة أيضا إلى عدد من الشاحنات التي تحمل محروقات كل هذه الشاحنات لم تدخل من معبر كرم أبوه سالم بسبب إجراءات القوات الاحتلال الإسرائيلية التي تمارس إجراءات تعسفية وإجراءات تباطئية من أجل شد الحصار على قطاع غزة على الرغم من التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها المنظمات الأممية بضرورة مد قطاع غزة من هذه المحروقات ومن هذه المواد الغذائية والإغاثية للشعب الفلسطيني نقف الآن معكم في محيط المركز اللوجستي في مدينة العريش وكما نرى عدد كبير من الشاحنات يصطف يمين ويسارا استعدادا للدخول إلى معبر رفح وتفريغ هذه الشاحنات من معبر كرم أبوه سالم لدخولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن من الحين إلى الآخر قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بمنع هذه الشاحنات من الحين إلى الآخر كنا على مدار اليومين السابقين وعلى مدار الأسبوعين السابقين هناك لاحظنا تضاؤل عدد كبير من الشاحنات لم يدخل قطاع غزة كنا نتحدث عن فيها الشهور الماضية كنا نتحدث عن 270 وأكثر من 300 شاحنة كانت تدخل عبر معبر رفح إلى كرم أبوه سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة اليوم نتحدث عن 20 إلى 30 شاحنة وأقصى عدد وصل إليه هذه الشاحنات كان حوالي 43 شاحنة من الشاحنات التي بالفعل فرغت حمولاتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية بالإضافة إلى عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي برجوع بعضهم مرة أخرى بعد تفريغ هذه الحمولات وقام السائقين بعادة مرة أخرى هذه المواد إلى الشاحنات ودخلت إلى الأراضي المصرية دون الدخول إلى معبر كرم أبوه سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يمكن هذا هو المشهد الذي لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى